الشغلانة اللي ما اشتغلتش فيها صبي ماينفعش تبقى فيها معلم دي الحقيقة حضرتك لازم تكون رقم اتنين بامتياز قبل ما تبقى رقم واحد حضرتك لازم هتشتغل في بداية حياتك كتير وتقبض قليل لحد ما هيجي يوم تشتغل قليل وتقبض كتير حضرتك لازم هتبقى قلقان ومتوتر وخايف لحد ما هيجي يوم تبقى متطمن والناس خايفة وهي قعدة معاك وهتعمل لقعدتك الف حساب لو مكتوب لك 30 لتر سعادة و30 لتر هم وحزن مش هتموت قبل ما هتعيش ده وهتعيش ده ممكن تاخد الهم والحزن كلهم على بعض واللي جاي يكون كله سعادة وممكن يوم سعادة على يوم حزن وممكن فترة من حياتك حزن وفترة من حياتك سعادة لكن اللي تتأكد منه انه كل البشر بيعيشوا نفس المجدار من السعادة ونفس المجدار من الهم باختلاف اشكال السعادة واشكال الهم بين كل واحد انشغل بامتحانك عن امتحان الغير وبابتلاءك عن ابتلاء الغير وبهمك وسعادتك عن هم وسعادة الغير اكتر حاجة في الدنيا لها مفعول السحر في تفريج الهم انك تتصدق بفلوسك او علمك او سلطاتك على شخص محتاج ربك هيسخر الكون كله لخدمتك وقتها حتى لو انت مفلس دايما خليك الايد اللي بتدي مش اللي بتاخد الغني مش اللي معه فلوس كتير الغني هو الشخص اللي فيه غنى عن اي شيء عيش راضي ومبسوط واعمل اللي عليك وارضب النتيجة اللي وصلت لها عشان ممكن يكون ده اخر يوم ليك انوي دايما خير اوعى تنوي على شر وانت امن اللي زعالك بتفريج الهم عن واحد زعلان زيك عشان انت حسيت باحساسه اشتغل كتير وحاول كتير واوعى تيئس اكيد هتوصل اللي بينجح هو اللي على طبيعته مش اللي لابس مصك عدل في نفسك وما تنشغلش بتعديل الصورة وانت سايب الاساس خربان اوعى تقصر حد واوعى تزعل حد حتى لو حد زعالك او قصرك اعمل الحاجة اللي لو موت تبقى فخور بيها وراضي عنها الناجح نجح عشان خلص كل احتمالات الفشل وما بقاش قدامه غير محاولة النجاح ربنا ينجحنا جميعا ويسعدنا جميعا ويوفقكم ويسعدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة